عقد وزير البترول كريم بدوي جلسة مباحثات مع وفدد من شركة فالكو انرجي الامريكية ضم سور براكل الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة وذلك في العالمين الجديدة وقال وزير البترول ان المباحثات تناولت استعراض انشطة الشركة وخططها لزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز في مناطق عملها بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية واكد بدوي اهتمام قطع البترول بالتواصل الدائم مع الشركات العالمية العاملة في مصر لدعمها والعمل على جذب استثمارات جديدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف باستخدام احداث التكنولوجيات لتحسين كفاءة التشغيل وخفض تكلفة انتاج برميل البترول من جانبي اكد وفد شركة فالكو انرجي اهمية مصر كمنطقة واعدة لزيادة الانشطة في مناطق امتيازها اشتركوا في القناة